اسبانيا اضاعت تاني وايطاليا سجلت وايطاليا خلص تقريبا قدمها اليومنا في النهائي على فكرة الاسبان مش شطرين في ضربات الترجيح اخر ضربة للاثنين يعني حتى لو جابت اسبانيا بس ايطاليا جابت هيبقى الموضوع انتهى للمنتخب الايطالي وصعد الى المباراة النهائية ضربات الترجيح دي ضربات قاسية ومؤلمة يعني ربنا نديره الصحة كابتنا الكبير كابت شربيني لما سمها ركلات المعاناة هي ركلات المعاناة وركلات الاصابة بالازمات القلبية وبالجلطات القلبية الحقيقة يعني بتبقى من كرة القدم وشفنا كتير مشجعين تأثروا بهذا الامر يعني المهم كمان ان الكابتن سيد عبدالحفيز والاخر حرص على الاجتماع مع اللعيبة والتحفيز وا 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 وامور كثيرة جدا شغالة مبروك صعود ايطاليا الى المباراة النهائية لليورو عشرين عشرين وهذا كان متوقعا ان ايطاليا تسعد رغم ان اسبانيا كانت افضل يعني شوية في اللقاء ظروف والله الحلقة واستعدادنا للحلقة بيخلينا مش قادرين يعني انتابع بشكل جيد اللي يعني المباراة بنرجع بقى انا برجع اتفرج عليها كلها بالليل تاني عشان نبقى يعني حتى الواحد لو بتكلم فنيا على المباراة بيعرف يتكلم بشكل محترم لكن ايطاليا بتحقق ارقام خلاسية بعدم الهزيمة فعدد كبير جدا من المباراة منتخب صنعه منشيني بشكل جيد جدا دخل البطولة محدش كان مرشحه ليه الفاينال الان هو في الفاينال هل يكون النهائي الحلم ما بين ايطاليا وانجلترا الشكل العام بيقول انه نهائي حلم ما بين ايطاليا وانجلترا انجلترا لديها مواجهة صعبة للغاية للغاية امام المنتخب الدنماركي لكن في النهاية هي قادرة عندها خط هجوم قوي جدا سواء كان رحيم ستيرلينج او هاري كين عندها ماجواير عندها بيكفورد في عراسة المارما عندها لوكشو عندها لا عندها عندها فريق قوي المنتخب الانجليزي برضو كان داخل ما كانش حد بيرشحه يعني بيني وبينكو الفرقتين السالو الدنماركي كمان فريق فريق قوي وفريق جيد جدا انت لم اتكلمت